إن اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية منذ صباح اليوم وهي تناقش أعمال الجمعية العمومية لانتخاب المكتب الجديد للجنة وخلال أعمال الجمعية تم انتخاب رئيس جديد للجنة الأولمبية الرياضية التشادية وهو أب بكر جرما خلفا للرئيس السابق إدريس دوكوني أديكير الذي تم انتخابه منذ عام 2013 علما بأن الجمعية العمومية لانتخاب المكتب الجديد للجنة الأولمبية قد ترأستها وزير الشباب والرياضة حبيبة سولبة وسوف نوفيكم بالمزيد من التفاصيل في نشرتنا اللاحقة أعزائي المشاهدين هكذا ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء لكم مني أطيب المنى في أمان الله